إذا كنت غير مشارك بالقناة لا تنسى بالضغط على الزر سوبسكرايب إذا سبق لك الاشتراك بالقناة لا تنسى الضغط على الزر الجرس لتتوصل بجديد الفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متابعي مدونة سعادة تقنية في كل مكان في هذا الموعد التقنية الجديدة والذي سنتعرف من خلاله على دور الأقمار الاصطناعية في حياتنا اليومية مجموعة من المعلومات والمواضيع التي ربما تستمعها لأول مرة وبالتفصيل وببساطة تامة بعد الفاصل في التطور التكنولوجي ساهمت بتقريب الشعوب ساهمت بتقريب التقافات ساهمت أيضا بوصل القارات الخمس فيما بعضها البعض وفي مجال الاستكشاف ساهمت هذه التقنية بجلب اكتشافات من خارج الكوكب أو من خارج الأرض فلو الأقمار الاصطناعية لما تعرفنا على أنه توجد كواكب في المجموعة الشمسية لما تعرفنا طبعا لحال على شكل يعني مجموعة من الكواكب في خارج يعني المدار الفضائي ومجموعة يعني من المعلومات ربما أضحت اليوم هي السبب التي جعلت من القمار الاصطناعي أن يكون ذلك المراسل بالنسبة لسكان الأرض هي مجرد قطعة ولكن أدوارها هي عديدة للغاية فهنا عندما نتكلم عن الأقمار الاصطناعية نتكلم عن العوامل التي جعلت أولا الأقمار الاصطناعية تظهر فسبحان الله لو لم تكن هناك جاذبية أرضية وغلاف جوي ومدار مناسب لما كان هناك أقمار الاصطناعية محيطة بجميع الكواكب فأي شيء في هذه الحياة هو مصخرون من عند الله صالة عن نبي فقد أقول لك أنه اكتشاف من عند نيوتن أو مجموعة من العلماء أو مجموعة من المطورين أو مجموعة من المستكشفين ولكن هذه النعمة التي أمامنا هي نعم ربانيا فما البشر إلا سبب في البحث عليها وتطويرها فلولا جاذبية لما كانت هناك أقمار الاصطناعية فعندما يتم إرسال قمر الاصطناعي من الأرض إلى الفضاء الخارجي فأول نقطة يجب التركيز عليها وهو أن يتم إطلاق القمر من نقطة مناسبة يعني عندما يتم إطلاق القمر من نقطة مناسبة يتم إرساله إلى الفضاء الخارجي بعدما يتم إختراق طبيعة الحال الغلاف الجوي فعندما يتم إختراق الجهي الغلاف الجوي يصبح بإمكان القمر الاصطناعي أن يكون في مكان يساعد طبيعة الحال على دورانه بنفس سرعة دوران الأرض حول نفسها فالمدار إخوانا الأكارم هو عبارة على خط يحيط بالكرة الأرضية وهو الذي طبيعة الحال توجد عليه جميع الأقمار الاصطناعية فعندما نتكلم عن قمر اصطناعي معلق في الفضاء وفي مدار يساعده على الدوران بشكل متوازي مع دوران الكرة الأرضية فهذا يعني أنه معلق بشكل متوازي بين طبقة أو بين طبيعة الحال يعني مدار الذي يخول له طبيعة الحال حصول على جاذبية والمدار الخارجي الذي يقوم طبيعة الحال بجرى القمر إلى الفضاء الخارجي فهنا إخواني الأكارم هو موجود في المنتصف بحيث أنه معلق بين المدار الخارجي والمدار الداخلي الذي توجد طبيعية الحال به الجاذبية الأرضية فإذا كان مكان أو تم اختلال توازن القمر إلى الغلاف الجوي فهذا يعني أنه سيسقط إلى الأرض وإذا اختل طبيعية الحال مكان تواجد القمر الاصطناعي إلى المدار الخارجي من الأرض فسيبتعد منا سنوات ضوئية ولن نعرف طبيعية الحال عليه أي خبر سيبقى طبيعية حال تائه في الفضاء دون أن يتصلون عليه أصداء أو معلومات فالمدار هو الخط الذي توجد عليه جميع الأقمار الاصطناعية والمحيطة بجميع الكواكب وليس فقط كوكب الأرض وإنما جميع الكواكب التي تم الوصول إليها انطلاقا من مركبات فضائية يتم طبيعية الحال من خلالها رصد العوامل الطبيعية رصد حجم الكواكب رصد ما إذا كانت هناك تروات وأشياء أخرى وإرسالها طبيعية الحال إلى الأرض من أجل طبيعية الحال التحليل وكذلك البحث ومجموعة من الأشياء فعندما نقول على أن القمر الاصطناعي ومركز في المدار فإنه طبيعية الحال خط يعني خط محيط بالكلة الأرضية وهو خط يوجد في المنتصف أي متوازي مع خط الاستيواء وهنا إخواني على كارم نقول على أن إذا كان القمر هو في خط الاستيواء فيمكنه طبيعية الحال أن يغطي قارة بكاملها أو نصف كرة أرضية فإذا كان القمر الاصطناعي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي لا يمكن من خلال طبيعية الحال إرسال وإعادة إرسال الإشارات يعني لكافة أرجاء العالم فالقمر الاصطناعي وطيفته طبيعية الحال هو إرسال واستقبال البيانات من الأرض وإعادة توزيعها إلى مجموعة من المناطق حول العالم فالعديد من الأشخاص أيضا يتساءلون وهو كيف يتم طبيعية الحال ضبط الأقمار الاصطناعية ضبط دقيق لكي توضع في مدار مناسب فعندما أقول لسا بالمثل أنه تم إرسال قمر اصطناعي نالسات من الأرض فإنه طبيعية الحال يرسل إلى الفضاء الخارجي أولا ومن ثم يتم وضعه في داخل المدار حسب الدرجة التي يوجد بها ذلك القمر أو مجموعة من القمر التابعة بالنالسات بحيث يتم تحركها طبيعية الحال من الأرض يعني بشكل يدوي حتى يتم ضبطها في ذلك المدار الذي سيبقى يدور يعني مع الأرض طيلة الأربعة والعشرين ساعة متواصلة وكل مدار أو كل درجة يتعبر على خط طول متوازي مع إحداثيات الكرة الأرضية والخط الوسط الفاصل بين مدار الشرق والغرب هو خط جرينيج بحيث أنه يعني يفصل أقمار الشرق وأقمار الغرب داخل ذلك المدار أو ما نقول له طبيعية الحال بالعامية القوس أو الخط الذي يساعدنا على ضبط جميع الاتجاهات وهذا طبيعية الحال المدار الذي تشاهدونه أمامكم وأتمنى من صميم القلب أن تكون هذه المعلومات ربما هي مفيدة يعني بعض الشيء وكانت يعني أو أعطتك يعني فكرة مسغرة وبسيطة عن الأقمار الإصطناعية كيف تشغل وأين توجد وأضرب لك موعد في الحصص القادمة هذه الحلقة انتهت أدعوك لزيارة استفوغنيت بونكوم للحصول على مواضيع تقنية والتفاعل معنا عبر صفحات مدونة سعدة تقنية على الفيسبوك لا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة وتشارفنا بالزر اشتراك أو سوبسكرايب إلى اللقاء